اهلا وسلم فيكم مرة ثانية في هذا الدرس سنتعلم كيف نستخدم الكاميرا خلينا نبدأ الآن نضيف اول كاميرا لنا ونحركها ونشوف خصائصها طيب اول شي بنسوي منيجي على الكريات هاي وننزل على سينيمتك ونختار سينيمتك كاميرا اكتر خلني اسحبها لاحظ ان جبت كاميرا الآن ودخلتها على العالم تبعنا ولاحظ الآن الكاميرا هاي شوف المشهد اللي هي بتشوفه طبعا اذا انت موجود في سينيمتك فيو بورت ما رح تلقى الكاميرا موجودة لكن اضغط على البرسبكتف واختار ديفولت فيو بورت بتلاقي الكاميرا صارت موجودة ممتاز الآن هل في طريقة نستخدمها تصير الكاميرا اقدر اتحرك فيها بالدابل يو اي اس دي نعم بضغط على البرسبكتف باجي على بليست كاميروز اذا ما فيه اذا فيه كثير كاميروز بتلقاها هون اذا ما اذا فيه واحد رح تلقاها على طول قدامك فبليست كاميروز الآن الكاميرا هاي طلع هون سيم كاميرا اكتر ناين اضغط على اسمها ممتاز الآن هاي هي الكاميرا وشو بتشوف الآن أنا بتحرك قاعد بالكاميرا اللي معانا وبحطها بالمكان اللي بدي اياه وبس اقغط اسكيب او خلينا نضغط على هاي هون لاحظ اللي انت هون بضغط على هاي هون بترك الكاميرا بلاقي الكاميرا موجودة ممتاز الآن بنتعلم شوي عن خصائص الكاميرا هاي الموجودة هون لكن قبل هيك بدنا نضيف شخصية على العالم خلنا نضيف هاي الشخصية ممتاز لاحظ هاي الشخصية فيه الها كاميرا اجت معاها متصلة فيها الآن هاي الكاميرا متصلة مع البلو انتبع الشخصية تبيتنا انت وام تلقاها هاي الشخصية السحبناها وحطيناها جو العالم الآن هاي الكاميرا اللي فوق بتسوي الافلام واللي تحت هاي تطلع فيه خط متصل متصل مع الشخصية لما الشخصية تصير تركض او تتحرك راح تصير تتبعها على طوبة نفس المسافة هاي الموجودة فمهما تحركت الشخصية راح تلاقي المسافة هي نفسها موجودة في الكاميرا لكن هاي الكاميرا الجديدة اللي اضفناها هاي كاميرا سينمائية فيه لها خصائص مختلفة خلينا نبدأ نتحر نغير نتعلم على الخصائص السينمائية راح اطفي انا الكاميرا تبعيتي علشان تشوف انت الخصائص الموجودة تحت خلينا نشوف الآن اول اشي احنا ضغطنا على الكاميرا خلينا نشوف احنا كيف ممكن نشوف الاشياء الموجودة طلع هون في عنا look at tracking setting هل انت بدك هاي الكاميرا تتبع اشي معين خلينا نحط علامة صح طب حطينا علامة صح الآن ايش بدك ايش بنيها تتبع احنا اطلع هون actor to track مين هو الاكتور بدك ايها تتبعه تضغط على علامة دروبلت هاي النقطة هاي وخليها مثلا تضغط على الشخصية لاحظ الكاميرا لفت صارت تطلع على الشخصية طب انا كمان بدي ايحكي draw debug look at tracking بحط علامة صح اطلع فيه هون مربع اصفر الكاميرا بتصور في هذا المربع الاصفر انت ممكن تحرك offset تعطي offset للمربع فتصير تتبع هين الكاميرا الشحيح انت حطيها على الشخصية لكن خلينا نضغط على الشخصية تطلع فيه في الشخصية المثلثات النقطة البيضة اللي هي الكاميرا بتصير تتبعها الكاميرا ما بتطلع لها على الراس ولا بتطلع على السنتر على النقطة البيضة طيب انت بدك تغير وان بتطلع شو بتعمل بس تضغط على الكاميرا تيجي تطلع وين المربع الاصفر لو حطيناها اصفار راح تيجي فوق النقطة خلني خليها تتحرك في الزد بدناها تطلع للراس مثلا تطلع خلن زود لاحظ انت حطيتها على الراس صار تطلع على الشخصية من فوق وطلع على الكاميرا هون شوف كيف انا بغير قاعد الان الكاميرا دائما حصير تطلع على المربع الاصفر ممتاز هاد الموقع ممتاز الان احنا خلينا الكاميرا تطلع ازاي هيك لو اجينا احنا ودخلنا وحطينا على الكاميرا وشغلناها بده اتحرك الان على اليمين لاحظ انتظر على هاي الجهة وينما اروح الكاميرا ترجع تلف وتطلع على الشخصية ممتاز جدا طيب الان ممكن اطفي كل هاد وممكن اخليها تعرفوا خلينا نطفي المربع الاصفر ونطفي العلامة الصح الان وينما اطلع الكاميرا بتصير تطلع مباشرة ممتاز خلينا نجي الان هون خلينا نشوف الاشي اللي بعده الفيلم باك الان الشاشة بتعفودي اطفي انا البلايس اكتور هاي بتنزل هاي الى تحت شوي الان الشاشات فيها قياسات 16 9 في عندك دي اس الار في انواع احجام شاشات وطيقة عرض احنا خليها زي ما هي بس بدي اغير بدي اغير انا شوية تفاصيل لما بغير هون بتغير كل البيانات هاي فلنقول اني انا بدي هاي بدل 23 بديها 21 بضغط انت رسوف كتبها كاسم وبدل 13 بدي خط الاسود اللي موجود يمين ويسار بديها فوق وتحت خلي 13 تصير تسعة مثلا لاحظ الان كيف انا خي حكمت في الكاميرا بالمشهد اللي راح تعرضه بهاي الطريقة ممتاز جدا 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 الان اغيرنا في الفيلم باك طيب نشوف الان اللينس سيتنج ماكس فوكل لينك خلينا نشوف لما نحرك هاي دقيقة نزود هي راح اوكي لاحظ انت الان انا بقرب كثير على الشخصية لكن للأسف العرض بتأخر عمل لي هاي باك قوة العدسة قاعدة بتتغير الان عمل لي هاي عالعادي في عنا مشكلة علق عندي تماما كله علق نشوف زي هيك خلص خليها على 30 مراحت الكاميرا ترك الكاميرا اللي هي هاي هون شعلي على الشخصية تمام نرجع نحط الاشياء العادية ممتاز الان انت ممكن تتحرك كام بهاي الارقام لكن في مشكلة لما نكون احنا في البيو بورد العادي لما نكون احنا في البيو بورد الاشياء بتتأخر حتى يتم عرضها متى بتصير تطلع بسرعة الاشياء لما تكون انت في البيو بورد ولما يتم تنفيذ هذا المشهد كل اشي بصير بدقة عالي طيب نكمل الان خلينا نشوف الان في عنا مناطق بدنا الكاميرا تشوفها بوضوح حل بدك الكاميرا تشوف كل الشاشة بوضوح ولا بدك تشوف اشياء معينة والاشياء الثانية مغبشة تعالوا نشوف لو حطينا هاي القيمة مثلا على مية لاحظ انت كل اشي كانت الف صارت مية لان انا كل ما بعدت كل ما صارت الاشياء تصير اوضح وكل ما قربت كل ما صارت الكاميرا تصير تشوف الاشياء الاقرب طيب الان لو انا كانت مثلا زي هيك وحاب الكاميرا اتركز على اشي معين لاحظ لو انت ضغط على هاي هون وضغط على الشخصية صارت الشخصية هي المنطقة الواضحة للكاميرا اللي عنا تمام طب انا بدي احمل شفتوا انتم المربع اللي حطينا بدي اشوف حدود الكاميرا لاحظ الكاميرا بتشوف بيضق عالي لنقطة هاي بعد هيك بتصير اتغبش لو انا احركت هاي لاحظ كيف الان الكاميرا بتشوف لحد البنفسجي اللي موجود وبعد هيك بتصير الاشياء مغبشة خليها على مئة الف ولا مش عارب كم هاي الرقم مكتوب كم صفر هدول خلي نطفي هاي ممتاز الان في كمان شغلة ممكن الكاميرا اعملها بدل ما هي مانيوال اعملها تراكنك تراكنك يعني بدي الوضوح يجي حسب الشخصية هاي انا نسكت النقطة وحلطتها على الشخصية شو رح يصير الان مهما تحركت الشخصية مهما تحرك كاميرا رح ياخد البس الشخصية دائما تكون واضحة حتى اي ظرف كان وهذا اشي جدا جدا مفيد في انتاج الافلام اللي انت بتسويها تمام الان خلصنا الفوكس سيتنك عندنا هون درو دي باك فوكس بلان محش محتاجينها خلينا نشوف الان ايش في انا اشياء ثانية طبعا انه هون البوست بروسس هاي الملفات انا بنصحك صراحة بقوة بشد عليك انك انت تفوت تخد لفة فيها لانه عن جد رح تلاقي جواتها في تفاصيل يعني لو شغلنا هاي وغيرنا في القيم لاحظ انت ممكن قديش انا اتحكم في الالوان الموجودة في العالم فانت ممكن بكل بساطة تستفيد من هاي البيانات في انتاج افلامك في اشي معين ممكن تكون انت شخصية قربت من الشمس ما بعرف بالضبط ايش ممكن انت تعمل لكن وجود انك تتعلم على هاي الاشياء الضلال في كتير تفاصيل هون ممكن تستفيد منها طب في عنا اشي ثاني ممكن نضيفه على هذا الدرس اتوقع احنا هيك خلصنا هاي السيتنكس مش محتاجين اشي ثاني نشوف كاميرا اوبشن اوكي ادفانس اعتقد احنا هيك بنكون خلصنا هاي هذا الدرس في النهاية بحكي لك اذا انت بتحب كمما تتعلم زيادة غير بس تصميم افلام في اللعب في الالعاب انضم لي على الموقع arabgamedev.com واشترك في دورة المدينة المحتلة حتفرق معاك كثير حتشوف دروس جدا رائعة وحتتعلم برنامج بطريقة كثير احترافية يلا يعطيكم العافية بشوفك الدرس بعده في امال الله مع السلامة اشترك في القناة اشترك في القناة